حينما رجع قصي إلى مكة وأقام فيها تقدم بطلب الزواج من حب بنت حليل ابن حبيشة ابن سلول ابن عمر الخزاعي آخر من توالى شؤون الكعبة وأمر مكة من قبيلة خزاع فعرف حليل النسبة فزوجه ابنته فلما حضرت حليل الوفاة نظر إلى قصي وإلى ما ورد إليه من أولاد من ابنته فرأى أن يجعلها في ولد ابنته فدعا قصي فجعل له ولاية البيت الحرام وأعطاه مفتاح الكعبة وبعد موت حليل أخذ خزاع المفتاح من حبه لأنه كان معها فذهب قصي إلى رجال من قومه من قريش وبني كنانة فدعاهم إلى نصرته فأجابوا